بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الرئيس إيمانويل مكرون رئيس الجمهورية الفرنسية السيدة وعلى العالم كله يمكن تحدثت مع فخامة الرئيس مطولا في أزمة الأزمة اللي احنا بنجبهاها دلوقتي أزمة قطاع غزة وتكلمنا بتفصيل شديد وبعمق شديد في جهود الاحتواء هذه الأزمة والعمل على أن هي يعني ما يكونش لها تداعيات أكتر من اللي احنا بنشوفه دلوقتي اتفقت مع فخامة الرئيس على أهمية أن الأزمة الحالية لا تتسع لتشمل يعني عناصر أخرى أو مناطق أخرى ويبقى بس يقتصر الجهد والعمل اللي احنا بنعمله على أن احنا نحتوي التطورات اللي بيتمر بقطاع غزة ده معناه أن احنا ببساطة ننصر بخطورة شديدة جدا من اتساع دائرة العنف وأن يشمل أطراف أخرى داخل الإقليم أو المنطقة ومخاطرها الشديدة جدا على الاستقرار والأمن في منطقتنا وإحنا توفقنا على أن النقطة دي محتاجة أن احنا نتحرك ونعمل بشكل مكسف فيها من أجل منع مزيد من التظاهر في الموقف في منطقتنا أيضا تكلمنا على أهمية احتواء وتحديقة الموقف في غزة وهنا بنتكلم ولازم أسجل دي أولا لتفاهم رئيس مكرون الحقيقة لفكرة أن عملية النزوح أو الهجرة أو الخروج من القطاع في اتجاه الأراضي المصرية أمر شديد الخطورة وتوفقنا على أن ده أمر مش إحنا في مصر مش هنسمح به فقط لا ده خطر جدا على القضية في حد ذاتها لأن زكرت النهاردة قضية حل الدولتين وده أمر أيضا توفقنا عليه على أنه هو غياب الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية كان أحد أسباب التدعيات اللي احنا شفناها مش في الجولة دي في خمس جولات من الصراع خلال العشرين سنة اللي فاتوا غياب الأمل حالة الإحباط اليأس ده كل دي كانت عبارة عن أسباب قدت إلى الاختتال اللي احنا بنشوفه بشكلها وبآخر فاتفقنا على أن خروج الفلسطينيين ده مش حل لأن زكرت الحل الدولتين لم ينجح والفلسطينيين موجودين على أراضيهم على أراضيهم يبقى مش معقول أن هم ممكن ينجح وهم مش موجودين على أراضيهم دي نقطة الهدف بتاع الحرب المعلن أنه هو يعني تصفيد حماس والجماعات والفصال المسلحة اللي موجودة في القطاع وده هدف أنا يعني كلنا عارفين كويس قوي والخبرات اللي موجودة لكل القادة على مختلف المستويات بدول مختلفة نازل أمر بيحتطل بسنوات طويلة جدا ويمكن ده أيضا من ضمن الموضوعات اللي احنا تحدثنا فيها على أهمية أن احنا نسعى من أجل عدم الاجتياح البري للقطاع وده أمر في انتهى الأنبياء أنا بسجله هنا لأن الاجتياح البري قد ينتج عنه يعني مش تحديات لا يعني ضحايا كثيرين جدا جدا من المدينين ويكفي أن حتى الآن احنا بنتكلم ما يقلب من ستة ألاف ستة ألاف من المدين سقطوا حتى الآن نصفهم تقريبا من الأطفال نصفهم تقريبا من الأطفال ويجب أن نضع ده في عين الاعتبار في استمرار الأزمة وعدم وضع السلامة سلامة المدنيين في الاعتبار عند التعامل مع الفعل العسكري الإسرائيلي في القطاع نقطة أيضا توفقنا على أن احنا نعمل فيها بجد وهي إدخال المساعدات الإنسانية بالحجم اللي يتناسب مع 2.3 مليون فلسطيني موجودين في القطاع والنهاردة احنا بنتكلم من 7 أكتوبر لغاية النهاردة تقريبا دخلنا في 15 يوم والقطاع تحت الحصار الكامل وبالتالي وقطع الكهرباء وقطع المياه وقطع الوقود عنه وده أمر كان ليه تداعيات كبيرة جدا على الحالة الإنسانية داخل القطاع وإحنا قلنا إن إحنا هنا متوافقين أيضا على أهمية إن إحنا نتحرك في إدخال مزيد من المساعدات وهنا أسجل شكر لفخامة الرئيس إنه وعد بإرسال سفينة مستشفى إلى لتأخديم الخدمة الطبية لمن يحتاجها يعني يحتاجها من المصابين الفلسطينيين أيضا تحدثنا على أهمية إتاحة الفرصة والوقت إن إحنا نعمل على إطلاق مزيد من الرهائن ومزيد من الأسرة اللي موجودين في القطاع وده من خلال تهديئة الموقف ما أمكن تهديئة الموقف ما أمكن حتى نستطيع أن نعمل من أجل إطلاق مزيد من الرهائن والأسرة الموجودين لدى حماس إحنا في مصر حرسين على أن إحنا نقوم بدور إيجابي جدا جدا في هذه الأزمة من خلال تفاهمنا ومن خلال معاشرتنا للواقع تطور القضية الفلسطينية وإن القضية الفلسطينية قضية القضايا بالنسبة لنا وبالنسبة لمنطقتنا وإن الرأي العام العربي والإسلامي متأثر جدا جدا ومقدر جدا جدا قد إيه حل القضية دي حيكون ليه إنعكاس كبير جدا جدا ويمكن يعني يمكن حد يقول هل فيه فرصة حقيقية لمكافحة الإرهاب أنا بقول للرئيس ماكرون إن فكرة فكرة الفكرة دي بدأت في مخيمات نتيجة مخيمات الفلسطينيين نتيجة فقد الأمل مفيش أمل مفيش فرصة إن إحنا نديهم دولة الدولة دي تبقى جنبا إلى جنب مع الدولة الفلسطينية تحترم وتحافظ على أمن الإسرائيليين وأمن الفلسطينيين بكل الضمانات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف لما فقد هذا الأمل لما فقد هذا الأمل ولما الممارسات اللي كانت موجودة خلال السنين الأخيرة اللي فاتت فيما يخص المسجد الأقصى والتوسع للسطيني اللي موجود كل ده كان عبارة عن تغذية لحالة الكراهية والغضب اللي إحنا محتاجين نفرغها بإن إحنا نحي نحي مرة تانية عملية السلام في المنطقة فيما يخص حل الدولتين توفقنا مع فخامة الرئيس علينا نتحرك سويا ونعمل سويا من أجل هذا الهدف النبيل هو احتواء الأزمة عدم تسعيدها ادخال المساعدات تخفيض التوتر ما أمكن عدم أو السعي إلى عدم دخول أطراف أخرى في النزاع الحالي وهنا أنا بسجل مرة تانية شكري الشديد باسمي وباسمي كل إنسان مخلص في منطقتنا للرئيس الفرنسي ماكرون على الجهد وعلى الحركة اللي بيبذلها من أجل احتواء هذه الأزمة وهذا الأمر حننجح فيه لأن الإخلاص في العمل من أجل الأبرياء ومن غاجل المسالمين لازم ربنا سبحانه وتعالى بيوفقنا فيه وبقول لرئيس ماكرون إن التاريخ هيشهد لك إنك أنت بتبزي الجهد كبير قوي قوي كان زار إسرائيل وزار رامالة وزار الأردن والنهاردة في مصر يمكن في خلال يومين أو تلاتة فقط الجولة الكبيرة دي في خلال الرئيس إن يبقى فيه وجمعة المدنيين لا طبعا نحن ندين كل الأعمال التي تمس المدنيين كل المدنيين ما فيش كلام في ده لأن المدني ده ملوش علاقة بالغضب والألم والحل اللي إحنا فيها بس أنا عايز أقول مهمة أوي إن إحنا وإحنا بنتكلم في النقطة دي نتكلم فيها بمعيار واحد يعني المدنيين اللي هنا والمدنيين اللي هنا مرة تانية برحب بك فخامة الرئيس أهلا وسهلا فضل شكرا جزيلا سيدة الرئيس شكرا على استقبالكم شكرا على هذه الكلمات مرة أخرى يسعدني أن أكون في القاهرة إلى جانبكم لمواصلة الحوار الاستراتيجي القائم بيننا منذ عدة سنوات في هذه اللحظات الخطيرة العصيبة لقد ذكرتم لتو بأننا نعيش فترة مظلمة جدا وفي مثل هذه الأوقات يهم أن نبدل كل ما بوسعنا لتفادي التصعيد ولتفادي تزايد حدث التوتر لا شيء يبرر الهجوم الإرهابي لحماس ضد إسرائيل سريعا أولا وقبل كل شيء وأود أن أشكركم سيادة الرئيس وأحييي أن أقف لجميع الجهود التي تبدلها دولة قطع في إطلاق سرح الرهائن هناك أكثر من مئتين رهينا تحتجزها حركة حماس اليوم ولسوء الحظ هناك تسعة رهائن من الفرنسيين ومن الزواجي الجنسية ولكن كل الرهائن يجب أن يتم إطلاق سرحهم بإسرائي ما يمكن وأشكركم خالص الشكر على الجهود التي تبدلونها منذ السابع من أكتوبر الماضي لهذا الأنغرض ومن ثم نفعل كل ما هو ممكن في تسهيل هذه المسألة ثم أود أن أشكركم في هذا السياق على قيادتكم وعلى المسألة التي تنتمون في القاهرة الأسبوع الماضي للتفكير ومع المسألة ومع المسألة ومع المسألة ومع المسألة ومع المسألة كما تتحدث لألالرم دورة جرداني سيادة الرئيس كما تتحدث صرخة الإدارة التي أطلقها ملك الأردن فيما تعلق بإزدواجية المعايير أريد أن أكون واضحا جدا فرنسا لا تمارس إزدواجية المعايير القانون الدولي ينطبق على الجميع وفرنسا دوما دافعت عن قيم عالمية قيم الإنسانية العالمية حياة البشر متساوية وليس هناك من أولويات كل ضحايا يستحقون بعطفنا وإلتزامنا من أجل السلام في الشرق الأوسط ونبقى أوفيا لذلك أنا أعرف أيضا إلتزامكم سيادة الرئيس هذا الموضوع عودة إلى ما قاله سيادة الرئيس لتوى ما نريد وفي الواقع مبادرة سلام وأمنا تسمح بتفادي تصعيد وتعالجوا الجذور لهذه المشكلة التي نورو بها اليوم أولا الجزء الأول من جوابنا هو مكافحة الإرهاب أقول تلكالي أن في السابع من أكتوبر تم ارتكاب عملا إرهابيين خطيرين ضد ردع ضد أطفال ضد نساء ضد بالغين بالفعل لتعالجوا نعم 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 الإرهابيين والجواب الصحيح على التعاون أن نتعلم دروس التي استخلصناها من تحالف الدولي ضد داعش الذي عملنا في تاريخ منذ عدة سنوات ونتبنى التدابير المطلوبة ضد المجموعات الإرهابية التي تؤذين في المنطقة إذن هذا تعاون إقليمي ودولي لإستهداف الإرهابيين وحماية المدنيين والتعاون في مجال الإستخبارات وتبني تدابير متعددة لإستصادهم هذا عمل سوف يتطلب الوقت سوف يتطلب أيضا التحبير وسيحتاج إلى مجهود لفترة معلومة مصر وفرنسا تعرفاني ما هي معاناة من جرائي الإرهاب المحور الثاني الذي نريد أن نتقدم فيها يتعلق بهذا المدنيين ذكرتم سيادة الرئيس على وشه الخصوص تكلمتم عن الفلسطينيين رجال المنساء المساعدة الإنسانية يجب أن تصل إلى غزة بدون عوائق وأود أن أحيي ما تفعله مصر لسكان غزة اليوم لقد تكلمت عن هذا الموضوع بالأمس وصباح اليوم مع جلالة ملك الأردن وهو ملتزم بقوة عن طريق مستشفى تعمل الأردن على حمايته وضمان استمراره بالعمل وتكلمت عن هذا الموضوع أيضا مع رئيس وزراء نتانياهو ومع الرئيس محمود عباس لوصول المساعدة الإنسانية فرنسا أصرت على وصول المياه إلى غزة بدون أي عقبة وإعادة تزويد القطاع بالكهرباء وبالتالي سوف نستمر بهذا العمل ألوى لحطار وصباح اليوم كان لي نقاش مع ممثلين عن الأنروا وقالوا لي أن الوضع حرج إذن هذا هو الوضع الذي نريد أن نجد حلا له بالعمل معكم وإلى جانبكم كما تعرفون فرنسا تعمل لدعم هذا الجهد إذ نقدم مساهمة عالية للأنروا لقد في الأسبوع الماضية زدنا مساهمتنا للأنروا بقيمة 10 مليون يورو لمصلحة الشعب الفلسطيني وبتنسيق وثيق معكم نريد استخدام الدروب الدروب المفتوحة طلاقا من مصر هناك طائرة فرنسية سوف تحط غدا في مصر لتسليم معدات ومواد طبية وهناك طائرة أخرى سوف تتبعها وسوف نكون نشطين بالنسبة للأدوية والمواد الطبية وكذلك وأشار الرئيس لذلك على إثري محادثات مع كل الأطراف المعنية بالأمس أودو أن أعلن أني قررتو أن إرسال سفينة من البحليات الفرنسية اللي تأتي لدعم مستشفيات غزا السفينة سوف تغادر مرفأتولون في السعادة المقبلة وكذلك سوف تقوم بحاجة موارد مالية إضافية لتقديم المساعدة في غزا وفي رضفة الغربية والمساكة وحماية الرجال والنساء وأشكركم كذلك على تعاون المتازل لحماية المواطنين ومن 54 انظر Filipino في غزا ونحن نمي ونا نريد يجرى المتابع المتابع فيها وحماية المتابع وحماية المتابع والموظفين والمؤسسات المتابع ونحن نتابع وأنت رجل اهزا رائع والحماية والحماية والمتابع والحماية والحاية المدنين ومن الماقبلة الثالث هو محوال السياسي طبعا هو الأصعب ولكنه هو في جذور الكثير أو سبب الكثير من الحقد في هذه المنطقة كنا نقول مع سيدة الرئيس أننا منذ بضعة شهور كنا نتكلم عن الحق المشروع للشعب الفلسطيني في دولة وفي حل سياسي كان عدد الذين يتكلمون عن هذا الموضوع قليلا في الأوينة الأخيرة تعرفون أن فرنسا لم تحت أبدا عن هذا الدور ومصر لعبت دائما هذا الدور المتميز في حمل القضية السياسية إلى الواجهة يتعين علينا أن نبدل اليوم جهود متميزة للوصول إلى دولتين دولة إسرائيل ودولة فلسطين تعيشان جنبا إلى جنبا بسلام وأمان هذه فكرة قديمة ولكن لم يعفى عليها الزمن وبالتالي أعتقد أن الدرب السياسي ضروري ولا بد منه لأنه يشكل مخرجا للغضب لا يكون العنف يعني الاعتراف بالحق المشروع للشعب الفلسطيني ويضع إطار لهذا الموضوع علينا أن نفعل ذلك لقد طال الانتظار ومن الملح والطارئ أن نفعل ذلك اليوم وأعتقد أنه علينا أن نخوض هذا المسار السياسي في نفس الوقت الذي نكافح فيه الإرهاب وفرنسا مستعدة وأشكركم على كلماتكم وأعتقد أننا نلتقي في هذا النهج سيادة الرئيس نحن نريد أن نعمل مع كل الشركاء من ذوي الإرادة الطيبة في المنطقة وفي العالم نريد مبادرة على محاول ثلاثة مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين وإصال المساعدة الإنسانية والشق السياسي وحل القضية الفلسطينية كل هذا يتماشى تماما وأمن إسرائيل وتعرفون أن هذا موضوع يهمنا وهذا يجب أن يكون في كل مرحلة من النقاط الخاضرة إلى أذهاننا هذا يسمح لنا بتحقيق السلام في المنطقة كل دول المنطقة تقبلوا وجود إسرائيل وتقبلوا ضمن أمن إسرائيل وأن يتم الإعتراف الشعب الفلسطيني بحقه بداولة تعيشة بأمانة والسلام ونتفادة التصعيد وتزايد حدث التوتر أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لنعمل معا ونحن نريد أن تقدم على هذه المحاولات مرة أخرى شكرا لكم سيدة الرئيس ولقد انتفقنا مع سيدة الرئيس السيسي على تعزيز الشركاتنا أكثر لقد اختبرنا ذلك في السنوات الأخيرة حول كل المواضيع الاستراتيجية وخاصة في مواجهة الأزمة الليبيا وسوف نعمل يدا يد أنا أعرف دولكم المتميز وأود إن سمحتم لي بهذه الكلمات أود أن نعزز أكثر هذا المحور لأني أعتقد أنه محور عادل وفعال ويحترم القضايا شكرا سيدة الرئيس شكرا سيدة الرئيس